لدى تفضل سموه بحضور مهرجان الثقافة والمأكلات التايلندي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن المكون الثقافي يشكل أحد الجسور الهمة في تقوية العلاقات بين الدول وبناء نموذج للتعاون الإيجابي ينطلق من أسس حضارية تعكس عراقة وأصالة الشعوب منوها سموه بالدول الذي تطلع به الفعاليات والمعارض في التعريف بالثقافات والحضارات ومد أفاق التعاون في هذا الميدان الإنساني الرحب أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة تشتركان في امتلاكهما لموروث شعبي وحضاري ممتد عبر ألاف السنين وهو الأمر الذي يمثل مصدر ثراء وغنى أسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بحضور فعاليات مهرجان الثقافة والمأكلات التايلندية الذي أقيم مساء أمس بتنظيم من هيئة تايلند السياحة في منطقة الشرق الأوسط وبالشراكة مع السفارة التايلندية في الملأمة وطيران الخليج ويتضمن عددا من الفعاليات تعكس عراقة الحضارة التايلندية من بينها عروض في فن الطهي التايلندي والأزياء التايلندية بالإضافة إلى عروض متنوعة من الفنون التقليدية التايلندية وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع المهرجان سعدت أسي كايسيري آلاماران مستشار وزير الخارجية بمملكة تايلند الصديقة وقد قام سموه بجولة اطلع خلالها على المعرض والفعاليات المصاحبة للمهرجان وما تعكسه من تاريخ وحضارة مملكة تايلند وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن علاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند تتسم بعمقها التاريخي وبمثالة الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين الصديقين وأشهد سموه بتنظيم مهرجان الثقافة والمأكلات التايلندية في مملكة البحرين باعتباره أحد أوجه تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين مبديا سموه إعجابه بما اجتمل عليه المهرجان من فعاليات وعروض تؤكد عراقة الحضارة التايلندية وثرائها معربا سموه عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المهرجان والمشاركين فيه على جهودهم من أجل نجاح هذا الحدث الثقافي ومتمنيا سموه لمملكة تايلند الصديقة قيادة وحكومة وشعبا باستمرار التقدم والتطور من ناحيته أعرب السفير التايلندي لدى مملكة البحرين عن عظيم شكره وبارغ امتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه بحضور المهرجان وعلى الدعم المستمر من سموه لكل ما يوط دعور التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين مؤكدا أن جهود سموه ورعايته المستمرة في هذا المجال أسهمت في تميز العلاقات البحرينية التايلندية في شتى القطعات وهو من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة